موسيقى الأقبال من أون لايف أهلا بكم أهلا بحضراتكم أينما كنتم البداية مباشرة من العاجل الذي وقع في المينيا في صعيد مصر حيث قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مجهولين أطلقوا النار على حافلة تقل أقباطا أثناء سيرها بطريق دير الأنبى صموئيل غربي مدينة العدوى غرب المينيا بالطريق الصحراوي الغربي مصر أسوان وكشف مسؤول بصحة العدوى عن وجود ضحايا في هذا الحادث مراسلنا من المينيا حسن عبدالغفار ينضم إلينا الآن لإطلاعنا على ما تيسر له من تفاصيل حسن ما هي المعلومات المؤكدة أو التي تبدو مؤكدة حتى الآن في هذا الحادث والله حتى الآن الحادث يعني تقريبا الحادث مخصف لأن كل الأرقام اللي بتتداول بين التواقل السعاد أو المواطنين أرقام كبيرة بقال إنه هي 24 حسن قبل الخوض في أرقام قد لا تبدو مؤكدة حتى الآن طالما أنك تنقل بعض روايات شهود العيان وبعضها قد تعوزه الصحة على الأقل ونحن في الدقائق الأولى هل تم التواصل مع أحد من قطاع الإسعاف مثلا الحسن أو الحديث عن بعض الأرقام التي قد تبدو مؤكدة هو بالفعل أنا تواصلت مع أحد من قطاع الإسعاف اللي بيتلقوا الامتراض وبالفعل قال لي من الرقم كبير 24 تقريبا جوز سوء و16 مصاف تم نقلهم لمستشفى مجالة مدير الأمن انتقل بالفعل لمكان الحاجف على طريق الصحراء والغربي وقال إن لو تبيت كانت طالع من بني سويت متجه إلى جير الأنبة طمويل على طريق الصحراء والغربي بالصول من بني مظار وهناك مشهولون أطلقوا النار عليهم وتم نقل الجزء والمصابين لمستشفى مغاغة وأنا في الطريق حاليا لمستشفى مغاغة لتطلاع الأخبار ومتأكد من كل المعلومات إن شاء الله حسن حتى نعيد فقط التأكيد على بعض الأرقام التي ذكرتها والتي قد يتم الاستيثاق والتأكد من مدى صدقيتها على الأقل على مدى الدقائق المقبلة 24 أو 24 جثة ما يعني 24 حالة وفاة و16 إصابة جراء هذا الحادث تم نقلها إلى مستشفى مغاغة حتى الآن على حسب المعلومات المتوترة حاليا من المصادر اللي احنا توصلنا معاها خلال فترة طبعا كل القادات الموجودة في المحافظة كل انتقى لما كان الحاجس معاها جرود فاحنا بنحاول نجيب مصادر من أماكن أخرى فقد تكون الأرقام فيها ممكن تزيد أو في إل فهو ده اللي احنا نتعرف عليه بالفترة اللي جاية أو في الدقائق الأقادمة اللي جاية لكن المصادر التي تم التواصل معها وأغلبها مصادر طبية أغلبها مصادر طبية حسن طبيعة أو تفاصيل تحرك هذه الحافلة التي كانت تقل الأقباط هل كانوا في طريقهم مثلا إلى أحد الأديرة أو الكنائس في ألمانيا وتم استهدافهم على هذا النحو؟ أولا هو الحاجس كان دير الأنبا سمويل على طريق الصحراء والغربي دير معروف من الزمان ولم يقع عليه أي حوادث في هذه المنطقة مطلقا منذ سطرة طويلة من الزمان ولكن هو يبدو أن كان هناك زيارة من قبل عدم من الأقباط من بنشويف في محافظة من الزر الأنبا سمويل وهناك كان استهداف عند مركز العدوى بعد مركز العدوى بقليل كان استهداف من المجهولين دول الأوتوبيس بحيث أن إقاع الوقيعة كما نشاهد في الأحداث الأخيرة في البلاد حسن الرواية الصادرة عن بعض وكالات الأنباء العالمية ومن بينها وكالة رويترز على الأرجح قبل الدخول إلى هذا الهواء بدقائق كانت تتحدث عن أنها كانت أكثر من حافلة أو ربما حافلة وشحنة هل هناك معلومة تؤكد أو تنفي هذه الرواية؟ لا أنا ما عنديش معلومة أن كانوا حافلتين أو واحدة فقط ولكن لو إحنا حتبنا الأرقام لو إحنا حتبنا الأرقام اللي هي بتقول أن لو فيها 24 و 16 ممكن يبقى حافلتين صغيرين أو حافلة واحدة كبيرة تقل 50 فرد من الحافلات السيارات الكبيرة والتوبيس الكبيرة حسن عبد الغفار سنعود إليك بطبيعة الحال على مدى الدقائق ليس الساعات المقبلة على مدى الدقائق المقبلة لمحاولة التأكد أو الاستفاق من المعلومات التي أوردتها حتى الآن الحافلة وفق رواية الزميل حسن عبد الغفار الذي تواصل مع عدد من المصادر التي كانت أغلبها مصادر طبية يتحدث عن 24 حالة وفاعل الأقل وفق هذه المصادر و 16 إصابة تم نقلها إلى مستشفى مغاغة سنحاول التأكد بطبيعة الحال على مدى الدقائق المقبلة عن هذه الأرقام ما إذا كانت مؤكدة بما يكفي أم لا هذا الحادث الذي باغت المصريين جميعا قبل نحو أقل من نصف ساعة تقريبا من الآن توترت هذه الأنباء عن استهداف حافلة كانت تقل مجموعة من الأقباط كانوا في طريقهم على ما يبدو إلى دير الأنبى صمويل غربي المينيا شهدنا أيضا المزيد حول هذا الحادث ينضم إلينا هاتفيا سيد عمر حسنين مدير تحرير المصري اليوم سيد عمر أهلا بك في البداية هل لديكم أي تفاصيل وتأجدات حول عدد الضحايا حول طبيعة هذا الحادث؟ حتى الآن بات مؤكدا أن هناك 30 ضحية من أشقاء الأصباط بالإضافة إلى عدد من المصابين نقل عدد من الضحايا إلى مستشفات بني السيف وآخر إلى مستشف مغاغة كما تفضلت الحادث وقع منذ نصف ساعة كان هناك حافلة وعدد من السيارات الأخرى مستجهين إلى دير الأنبى صمويل المعترض في أقصى الغرب الشمالي من المينيا في المنطقة الصحراوية والحادث وقع في مدق صحراوي وهي منطقة غير ممهد عدد من الملثمين انفردوا بالضحايا وأوقفوا الراكب وأطلقوا عليهم الرصاص الأجهزة الأمنة توجهت حتى الآن وسيارات الإسعاف وتم التعامل حسب الإجراءات الأمنية وفحص المنطقة ومحاولة كشف الحادث والوصول إلى الجناء الذين فروا بعد تنفيذهم هذه المجزرة البشعة يعني الآن يتم حالة تمشيط لمحيط المنطقة في الطريق الصحراوي الغربي بالتأكيد هو ناخذ سنفار كبير في المنطقة الصحراوية تشارك فيها أجهزة الأمن في المينيا وبنسويف هو أسيوت للتوصل إلى الجناء الذين طبعا نفذوا جريمتهم البشعة ولادوا بالفرار نتمنى أن يتم التوصل إليهم والقفض عليهم أو الجهاز عليه طيب سيد عمر هناك أقويل تقول أنه كانت حافلتين وشاحنة بالضبط كيف يمكن وصف هذا الحادث وكيف يمكن القول بأن السيارة التي كانت تقل الملاثمين طبيعة هذه السيارة وطبيعة الملاثمين وعدد الشاحنات التي تم استهدافها أو الحافلات التي تم استهدافها كان أوتوبيس رحلات بالنسبة للضحايا كانوا يستخلين أوتوبيس رحلات بالإضافة إلى تحدث سيارات الربع نخل المجهزة لتقلالها من الركاب وسيارتين لأخرين أربع حافلات أو أربع سيارات تضموا الضحايا بينهم أوتوبيس كانت هناك سيارة يستقل لها الجناة الذين كانوا متوقفين على جانب الطريق وقطعوا الطريق على الضحايا في منطقة الضرب الصحراوي ويأطلقوا الرصاص بصورة عشوائية على الضحايا العزلة الذين كانوا في طريقهم إلى زيارة الدير لم تكن الحافلات مؤمنة أو مجهزة بأي شك من الأشكال؟ أطلاقا لم يكن هناك أي تأمين هم مصريين عاديين وعدون كمون بزيارة شكرا جزيلا لك سيد عمر حسنين سيبقى معنا الزميل عمر حسنين الكاتب الصحفي لكننا الآن سنذهب إلى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجهزة دكتور خالد ما هي الأرقام المؤكدة حتى الآن وفق بيانات وزارة الصحة من فضلك؟ دكتور خالد مستشفى مجهزة هل هناك مسافة ما مؤكدة تبعد عن الموقع الذي تم فيه استداف هذه الحافلة؟ لا يعني مسافة مش قليلة لماغرفتاش الحياة بالظبط لكن هي مسافة مش قليلة نقل المصابين طيب تم من خلال سيارات الإسعاف الخاصة وزارة الصحة ولا عبر الابتهادات الخاصة بالأهالي؟ جاري نقل المصابين من خلال سيارات الثابعة لهاية الإسعاف المصرية تابعة وزارة الصحة عند Ogstead مصابين في مستشفى مغيغة ترقه الإسعافات الأولية ثم سيتم نقل المصابين بناء توجهات سدي وزير الصحة لمستشفى معهد ماطر بالفعل فيه في المستشفى الآن سيد مستشفى مغاغة مؤهلة بما يكفي لاستقبال مصابين يعلم الله بحالهم يعني إذا كنا نتحدث عن 23 حالة وفاة المسألة يبدو أن الإصابات لن تكون هينة بحالة دكتور خالب يعني خليني أقول لحضرتك مستشفى قدر الحمد لله مجهزة ولكن المصابين سيتقوم بحالة مستشفى مغاغة فقط لتلقى الإصعافات الأولية وسيتم تواجههم على الفور للمستشفى مغاغة ماصر دكتور خالب هو تعبير الإصعافات الأولية أنا رسل متخصص لكن تعبير الإصعافات الأولية قد لا يكون متماشي كثيرا مع حالة مصاب مثلا يعاني نزيفا حادا أو يعاني تهتكا وما إلى ذلك الإصعافات الأولية لن تجدي نفعا هل المستشفى مؤهلة بما يكفي؟ أي حالة مرضية أو أي حالة تعرضت لحادث أو تعرضت للمشكلة الصحية يجب أن تتلقى إصعافات أولية أو تدخل طوارئ ثم فيما بعد بتحتاج لعملية أكثر تخصصا أو جراحة الماء أو رعاية مركزة أو خلافه بيتم نقلها على الفور للمستشفى الأكثر جاهزية لتعابل معها بطريقة أكثر تخصصا محيط هذا الحادث دكتور خالد بعيدا عن مستشفى مغاغة ليس هناك مستشفيات يمكن أن تكون قريبة من هذا الموقع أو لوحدها مستشفى مغاغة هي التي يمكن الالتجاء إليها؟ لا يعني معلوماتي أن هذا الحادث وقع في الطريق الغربي أو يعني حاجة قريبة من الصحراوي فيمكن دي أقرب مستشفى على حسب ما فهمت من السيدة ووكيل وزارة الصحة في المينيا دي أقرب مستشفى للحادث فسيتم نقل المصابين إليها إن شاء الله طور وصول المصابين هيكون عندنا يعني معلومات أكثر دقة ونكون متابعين مع حضراتنا طيب من خلال التواصل مع السيدة المسؤولين مسؤولي وزارة الصحة في محافظة المينيا هل تم الحديث عن الجثامين التي ستذهب إلى أي مستشفيات ولا أيضا مستشفى مغاغة؟ لم تتغفر أي معلومات لديها سوى ما يعني أوضحت رحمة ليس هناك معلومات عن المستشفيات التي ستستقبل هذه الجثامين وليس هناك معلومات؟ حتى الآن لسه لم يتضح المعلومات إن شاء الله يكون عندنا تفصيل أكثر أتواصل مع حضراتكم ورأس طيب أرجو دكتور خالد إذا تكرمت يعني يتم التعرف عن طبيعة هذه الإصابات التي وصلت إلى هذه المستشفيات طبيعة هذه الإصابات كيف كانت؟ طبيعة للمستشفى مغاغة يكون عندنا حصر بقيكم الإصابات وهو في حضراتكم التفاصيل بازلية نعم شكرا جزيلا لك دكتور خالد مجاهد سنعود إليك أرجوك دكتور خالد بمعلوماتنا نتمنى أن تكون أكثر وثوقا دكتور خالد مجاهد شكرا جزيلا لك المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور خالد مجاهد في مداخلتي يتحدث عن بالمعلومات المؤكدة 23 حالة وفاة و25 إصابة تم نقل هذه الإصابات أو يتم نقلها بحسب ما أكده دكتور خالد مجاهد عبر سيارات الإصعاف التي ستتقل أو انتقلت بالفعل إلى موقع هذا الحادث إلى مستشفى مغاغة على أن تقدم الإصعافات الأولية وفق التعبير الذي استعمله المتحدث باسم وزارة الصحة لتتم نقل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة إلى مستشفى معهد ناصر 23 حالة وفاة و25 إصابة هذه الحصيلة التي مع كل أسف مطالبون بأن نقول أنها حصيلة أولية نتيجة استهداف مجهولين بأعيرة نارية لحافلة أو أكثر كانت تقل أقباطا في محافظة المينيا في طريق دير الأنبا صمويل نشاهدين نعود مرة أخرى لسيد عمر حسنين مدير تحرير المصري اليوم سيد عمر يعني عدد القتلى كبير وعدد كذلك المصابين تدعيات هذا الحادث أمنيا خصوصا أن ألمينيا ليست هي المرة الأولى التي تتم فيها استهداف مساحيين في ألمينيا وماذا عن الإجراءات الأمنية المتبعة بعد هذا الحادث الإجراءات الأمنية العادية التي تتبعها جهزة الأمن بعد كل هذه الحوادث البشعة يتم إغلاق الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد في المناطق المحيطة والقريبة بالإضافة إلى تمشيط المناطق الزحروية والدفع بالقوات من المحافظات المجاورة والقوات المتخصصة في مكافحة الإرهاب هذه هي الإجراءات بالإضافة إلى التعاون بين كافة أجهزة الأمن سواء الأجهزة الأمنة الخاصة بوزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى للوصول في أقصى سرعة إلى مرتكب الجناعة ومرتكب الجريمة وتحديدهم ومحاولة القبض عليهم وطردتهم في المناطق الصحروية لكن هو من المعروف أن هذه المناطق هي مناطق عمليات للجماعات الإرهابية والحوادث فيها متكررة وهناك بعض الخلايا الإرهابية المتوطنة في هذه المناطق منذ فترات طويلة منذ ثورة 2011 وبعد 30 يونيو بعد عزل المعزول محمد مرسي كانت لهذه الجماعات وهذه الخلايا أنشطة عديدة استهدفوا فيها الإخوة الأخبار بالإضافة إلى الأكمنة الأمنية وهناك عدد من الجرائم الإرهابية تم ارتكابها في هذه المناطق المناطق الصحروية المتصلة بين بنتويف والمينيا وأسيوط في المناطق الغربية هي مناطق عمليات للخلايا الإرهابية منذ فترة كبيرة طيب طبيعة هذه الخلايا الإرهابية أو هل تنبع أي جماعة أين كانت أستاذ عمر وطبيعة السياسة التي تنتهجها في استهداف المسيحين بالذات في ألمينيا يعني الجماعات الإرهابية هو كله شكل واحد هو كله بدأ يعني تفرع من فصيل واحد سواء كانت الجماعات التكفرية أو الإخوان الإرهابية أو جماعة حسم أو أين كانت المسميات لكنها هي كلها جماعات ظلام سوداء لا تريد الاستقرار لمصر تستهدف المصريين ويعني تضرب على الوطر الذي يوجع على كل الشعب المصري وهو استهداف الأخوة المسيحيين ودور عبادتهم لإيصال إحداث حالة من الفزع وإيصال رتالة إلى الخارج بأن مصر غير مستقرة ولكن هذا لن يحدث إن شاء الله بفضل المصريين وتكاتفهم ووحدتهم ويخذت الأجهزة الأمنية في مر طيب الأنباء سيد عمر تقول أن هذه الحافلة كانت قادمة من بني سويف متجهة إلى دير الأنباء ساموئيلي يعني من أين يحصل أو تحصل الجماعات الإرهابية على هذه المعلومات وتحديد وقت خروج هذه الحافلات وتحديد خروج المسيحيين في هذا التوقيت بالذات للأسف هذه الجماعات لها أجهزة تقوم بالمراقبة وأخرى تقوم بالرصد وأخرى تقوم بالتدريب وأخرى تقوم بالتنفيذ وأخرى تقوم بالدعم اللوجستي بالتأكيد أن دير الأنباء ساموئيلي هو مكان للعبادة الأخوة المسيحيين يقوموا بزيارته أسبوعيا صباح الجمعة وهناك مواعيد تعرفها وترصدها هذه الجمعات الإرهابية وهذا الطريق يعني هو ليس طريقا عاما وإنما هو مدق يصل إلى الدير في الأصل والأشقاء المسيحيين يتوجهون يعني عبره إلى زيارة الدير بشكل آمن وطبيعي كما يتوجه المسلم الآن إلى المسجد للثلاث الجمعة هو يتوجه إلى الدير لزيارته وأداء الأبادات فهذه الجماعات الإرهابية تقوم برصد وتتبع عمليات التحرك ومعروف كما قلت سيد عمر المسيحيين كل أسبوع يذهبون إلى الدير لي طبعا القيام بصلواتهم المسيحية وما إلى ذلك هل الدير مؤمن تأمين كافي ولا كيف يبدو الوضع لديكم الدير نفسه هناك تأمين كامل له لكن منطقة الوصول إليه يعني لا توجد عليها خدمات أمنية هو طريق عادي يتقدم الأشقاء المسيحيين وغيرهم في الوصول إلى المناطق القريبة من الدير ليس مخصص فقط للأخوة الأخباط والدير فقط إنما هو طريق عادي مضاق موجود في الصحراء لكن ليس عليه طبعا خدمات أمنية مخصصة لهذا الطريق هناك الدوريات المتنقلة والسيارة على الطريق الصحراء وفي كل المناطق لكن لا توجد خدمات عينها لهذا الطريق نعم إذن شكرا جزيلا لك السيد أمر حسنين مدير تحرير المصري اليوم شكرا لك قبل نحو ساعة من الآن إذن جرى استهداف هذه الحافلة أو حافلة وأكثر من ذلك تم استهدافها عبر مجهولين من خلال إطلاق عائرة نارية في طريق غير ممهد في متاخم للطريق الصحراوي الغربي تم خلاله استهداف عدد من الأخباط وفق البيان الرسمي لوزارة الصحة فإن هذا الاستهداف أفضى إلى 23 حالة وفاة بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة فضلا عن 25 إصابة تم نقلهم جميعا أو يتم نقلهم بالأحرى إلى مستشفى مغاغة عبر سيارات الإسعاف التي انتقلت إلى موقع هذا الحادث هذا الاستهداف الذي يأتي بعد أقل من شهرين تقريبا من الاستهداف الذي وقع في كنيستي مار جيرجس بطنطا والكنيسة المرقوسية بالأسكندرية وبعد نحو ستة أشهر تقريبا من استهداف الكنيسة البطرسية المتاخمة لأسوار الكاتدرائية المرقوسية بحية العباسية في ديسمبر من العام الماضي فيما يتابع رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار تطورات هذا الحادث إضافة إلى محافظ المينيا المحافظة التي شهدت هذا الاستهداف استهداف حافلة للأقباط في المينيا فيما قال اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد أن قوات الأمن تمشط منطقة الطريق الصحراوي الغربي في المينيا لملاحقة المتهمين باستهداف حافلة كانت تقل أقباطا وكانوا في طريقهم لدير الأنبى صمويل هذه العملية عملية الاستهداف التي أفضت كما ذكرنا إلى عشرات الضحايا والشهداء فضلا عن عدد كبير من المصابين هذا وفق حصيلة أولية المتحدث باسم وزارة الصحة قال إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المعنيين في محافظة المينيا هي نقل حالات الوفاة والمصابين على حد سواء إلى مستشفى مغاغة لم يقطع المتحدث باسم وزارة الصحة بطبيعة هذه الإصابات وحالتها لم تكن الأمور قد تكشفت له على الأقل حتى موعد المداخلة الذي كان قبل دقائق من الآن لكنه قال على الأرجح سيتم نقل حالات الإصابة وفق الترتيبات التي تمت بمعرفة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين سيتم نقل حالات الإصابة إلى مستشفى مغاغة ومن بعد ذلك تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهذه الحالات ومن ثم نقل الحالات التي تستاهل تدخلات جراحية دقيقة إلى مستشفى معهد ناصر هنا بالقاهرة ولم يتم التأكد حتى الآن من طبيعة المستشفيات أو ثلاجات حفظ الموتى التي سيتم نقل هذه الجثث الضحايا بالفعل نتحدث عن حصيرة أولية فيها 23 حالة وفاة فضلا عن 25 إصابة لم يتم التأكد حتى الآن ما إذا كانت هذه الحصيرة هي حصيرة نهائية أم لا لم يتم التأكد من طبيعة هذه الإصابات ما إذا كانت هذه الإصابات طبيعة هذه الإصابات من موقع الحادث تقريبا ينضم إلينا نائب محافظة ألمينيا نائب مجدي ميلك سيادة النائب أهلا بمحضرتك مطالبون بأن نقدم خالص التعازي أولا بأول والحالة ليست حالة استثنائية حالة صبنا نتابعها بين حين وآخر ما المعلومات التي توفرت لديك إذا كنت في محيط الحادث بالفعل أنا في طريقي إلى الحادث العزاء لكل المصريين هو حادث إرهابي جبان خفيس لن يزيد المصريين إلا لحمة وارتباطا أثناء مرور بعض الأوتوبيسات وسيارة نصف نقل في طريقها إلى دير الأنبا سمئيل بمركز مغاغة محافظة المينيا حدث هجوم إرهابي من بعض الإرهابيين على الأوتوبيس والسيارة أدى إلى استشهاد ما يزيد عن عشرون مواطن وإصابة ما يزود عن خمسة وعشرون مواطن وجميعهم تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة في مركز مغاغة والعدوى بمحافظة المينيا طيب سيادة النائم المعلومات المتوفرة لدى حضرتك أن سيارة نصف نقل وبعض سيارات أوتوبيس 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 وسيارة ميكروباس وسيارة نصف نقل نعم الأنباء التي تتحدث طبيعة هذا الاستهداف هل كان استهداف عبر رشاشات عبر طبيعة الظرف الذي تم فيه عملية الاستهداف إن كان هناك معلومات سيادة النائم هو استهداف بالأسلحة تم استهداف الحفلات واستشهاد هذا العدد وتم الانتقال إلى مكان الحادث وجاري التعامل مع الأمر وسوف يتم صدور بيان من قبل وزارة الداخلية لتحديد العدد وملابسات الحادث الجمعة من كل أسبوع في مثل هذا التوقيت سيادة النائب من الطبيعي أن يذهب المصلون الأقباط إلى هذا البيض هذا لكل تأكيد مخطط له ومعلوم ومعلوم أن في هذا التوقيت تحديدا هو موعي سيارات إلى دير الأنب السمعيل الأمر مخطط له وهو استهداف للدولة المصرية استهداف للشعب المصري وأنا بأكد لحضرتك هذا لن يزيد المصريين جميعا المسلمين ومسيحيين إلا ارتباط والتصاق ولحمة خلف القيادة السياسية لكي نكتسى الإرهاب الأسود الذي يغتال المصريين جميعا في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ الوطن سيادة النائب كبرلماني أنتم عايشتم جملة من الحوادث والجرائم التي ارتكبت بحق كل مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها مؤسسات الكنيسة المصرية كنتم شهود على وقاعة استهداف الكنيسة البطرسية ومن بعد ذلك استهداف كنيستي طنطة والأسكندرية وصولا إلى وقاعة الاستهداف الدامي الذي نشهدها في هذا الصباح وفي هذه الظاهيرة هل أقدم البرلمان على ما ينبغي عليها أن يقدم عليه بعيدا عن إقرار أو الموافقة على حالة الطوارئ أو قانون الطوارئ حندم تم تغيير قانون الإجراءات الجنائية وتم تغيير بعض التشريعات ولكن مزالت العدالة الناجزة بطيئة وهي التي أعطت الحجية لكل هائلاء الإرهابيون أن يرتكبوا أفعالهم أين الذين أحرقوا مراكز الشرطة أين الذين قتلوا الدباط أين الذين قتلوا المصريين أحرارا في الشوارع يعطوا رسالة تلبية للمجتمع المصري على القضاء المصري أن يطلع بدوره القضاء المصري الذي ينطق فيه أن يطلع بدوره في أن يقوم بمساندة الدولة المصرية والقصاص من هؤلاء في محافظة المينيا وفي محيط هذا الحادث سيدة النائب هل هناك مستشفيات غير مستشفى مغاغة التي تحدثها المتحدث باسم وزارة الصحة على أن حالات الإصابة سيتم نقلها مباشرة إلى هذه المستشفى هل هناك مستشفى يمكن أن تكون قريبة أيضا من موقع هذا؟ مستشفى مركز العدوى ومستشفى مغاغة مستشفى مركز العدوى المستشفيات هناك مؤهلة لاستقبال هذه الحالات سيتم نائب؟ مؤهلة وإذا تطلب الأمر انتقال أي حالات تحتاج إلى نقل في أي مكان الاستعدادات موجودة وأعتقد أن الأمر يعني يلاقي أهمية من كل كافة المستشفى هي وزارة الصحة قالت أنها ستنقل حالات التي تستاهل تدخلا جراحيا دقيقا إلى مستشفى معهد نصر كما حدث في بعض الوقعات سنحاول العودة مرة ثانية إلى حضرتك سيتم نائب حال وجودي أي جديد النائب مجد ملك نائب محافظة ألمينيا متحدثا إلينا وهو في طريقه إلى موقع الحادث الذي يتحدث عن جملة حالات الإصابة 23 حالة وفاة فضلا عن 25 إصابة تم الوصول إلى هذا الرقم على الأقل وفق البيان الرسمية الصادر عن وزارة الصحة تم استهداف سيارة نصف نقل وسيارة ميكروباس فضلا كذلك عن حافلة كانت جميعها تقل عددا من الأقباط الذين كانوا في طريقهم إلى دير الأنبى صموئيل في هذا الصباح من مزيد أيضا مشاهدين ينضم إلينا هاتفيا دكتور سعد الزنت مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور أهلا بك يعني نقدم خالص التعايز للمصريين في شهداء طبعا هذا الحادث تحليلك لهذا الحادث وتوقيته بالذات وكيفية تعامل الإرهابيين مع المعلومات التي تصل إليهم لم نعرف كيف ولكن كيف ترى المشهد والحادث برمته هو الحقيقة الأول ما نعرف متعادلين للأهلنا والأشقاء لكن ما فيش من غير معلومات ولا حاجة هو أعتقد أن الطريقة والتوقيتات دي بقى فيها أخواننا الأقباط في زيارات للدير أو بيبقى في حالة مشاط في الدير فهي معلومة موجودة ومترك ومترك وما هي جديدة لكن أنا بسأل هو في تأمين ولا ما فيش في تأمين في المستير ولا ما فيش اللحظة دي كان فين الأمن وده السؤال لكن في كل الأحوال إحنا بنقدر طبعا إذا بيعملوا العامل ومجبودهم والضغوط الشديدة اللي عليهم من فترة دي لكن إحنا محتاجين إن إحنا نبجأ خططنا الأمنية ندوص تاني من جديد والحق الكامل بنقوله في كل مرة ما ينفعش إن إحنا في كل حاجة نقول إحنا هنجدد وهنحدد الخطط الأمنية وهن وهي بأن يعني طرق جديدة في التعامل الكلام يعني وسألة صعبة الحياني ما النجدة الكبيرة عليها غير إن إحنا محتاجين بالفعل حالة عادة كبيرة لتنشيط اللعبات الأمنية والمجهود الأمني والترشيده وتنظيمه والبحث عن طرق جديدة للتعامل لأن العملية وإحنا قلنا قبل كده كتير توقعون العمليات مش هتبقى فقط في الثناء كل الهاربين من الثناء وكل الخلايا الناشطة اتوزعت على الدلت على المحافظات وإنها بعد عملية السيندرية والغربية ونخدوا بالكم إن العملية إن في ناس كتير اطلقت من جبل الحلال وبترجع لي مناطق قريبة من مناطقها اللي كانوا عايشين فيها وقريبين منها يعني معنى كده نحيبه في المحافظات لا يجب أن ننتبه والحقيقة يعني الحقيقة الآن لم يعلم المصور كان فيه لكن أنا أطاقة المتكين ومشكلة أمنية طيب دكتور سعد طبيعة الخلايا النشطة في محافظة المينيا طبعا هناك إجراءات أمنية متابعة منذ وقت طويل لاستهداف هذه العناصر والقضاء عليها أو سجنها حتى وتعامل معها قانونيا كيف يسير أو تسير الإجراءات الأمنية المسبقة في استهداف هذه الجماعات واستهداف هذه العناصر لمنع هذه يعني الحوادث من حين إلى آخر شوفوا الحقيقة الرأس الدخلية خصوصا الأمن السياسي أمن الوطني بيشتغل الحقيقة بشكل جيد لكن بيشتغل مع حاجة مجهولة وحاجة أرشيفة تقريبا في الناس في الأرشيف الأمن في الناس وفي الناس وكانتش موجودة وفي الشباب صغيرين آآ ما كانوش مندركين في آآ يعني العملية بتاعت آآ الملكام يوم الولد عند 22 سنة آآ آآ يعني فيه فيه أمور حياة العثقة لأن احنا محتاجين مرة ثانية نرجع نرجع كل حاجة عندنا بتشتغل بيها وما وش عيب إطلاقنا هتوقف وأنا قلت بعد قلت جماعة انتبهوا انتبهوا لأن الداخل هيبقى فيه مشكلة وبعدين قلنا ان الأقباط مستهدفين وفي بصمة في بصمة آآ إجرامية وإرهابية تجاه الأقباط وقلنا الكلام ده كتير والعملية متكررة حقيقا ما كانتش في كليسة فبير فطريق وقلت الأسباب ايه قلت لأن اللي عمل التقرار السياسي معرضها واللي أنجز كانوا اتنين في مصر طبع صين مهمين جدا الأقباط والمرأة المصرية وقلنا الدلس وهيبقى الهدف خلال فترة القادمة نتمنى حقيقا أن الوظاف الداخلية هنعرفين مجهود الكبير اللي بيعملوه لكن انت محتاج فكر جديد وشغل جديد ونوع من الفهم الطبيع العمليات دي والتعامل معها بشكل مختلف عن التعامل والخطط القديمة لازم نرجع نقعد ونشوف الخطر فيه بشكله ايه ونقامل معه ازاي وأفضل طريقة للتعامل والناس كمان الناس لازم يعني العمليات دي مهمة بص ناس الناس فين يعني ليه نفس بلاش لسه المية انتاشر فاعدين نعم طيب دكتور سعد هذه ليست نعم هذه ليست الحادثة طبعا الأولى لاستهداف المسيحيين طبعا تبعنا مرور ولن تكون الأخيرة نعم لن تكون الأخيرة دكتور سعد يعني هذه الجماعات الإرهابية أنت ذكرت أنها تعتمد على الشباب أو الصن الصغير في عمليات استهداف المسيحيين إن كانت ليه الكنائس اللي هو مش مساكل عند أمر الدولة نعم مش مساكل يعني المشكلة دلوقتي ان انت الناس خرجوا جيل جديد دلوقتي ما فيش في الأرشيف معلومات عنهم هي دي اللي يجب أن ننتبهين طيب ما هي طبيعة استراتيجية الجماعات الإرهابية هل هي استهداف الحافلات واستهداف المسيحيين بالأسلحة ورشاشات أم تفجير شخصيات أو تفجير بعض من عناصر هذه الجماعات في الكنائس كيف يمكن تحديد الاستراتيجية بالضبط شوفي حضرتك أنت أي حد يحط نفسه مكان هذه التماع الإرهابية هيقدر يتصور أنت مش هتقدري تحطي تصور للحركة بتاعتهم أو استراتيجيتهم اللي حطيت نفس المكان أول مهاردة عشان تحطي استراتيجية بتحطي الهدف يبقى والمستهدف يجب أن يبقى وبعدين إزاي تطولي وإزاي تحديد مكانه جغرافيا التحرف بالإزبال وإمكانياتك إيه وإمكانيات الخصم اللي هي في الوقت ده الدولة والشعب إيه أنا متصور أنه مسألة استهداف الأخبار مسألة مستمرة كانت ولا زالت وأهدستمات ويجب أن نحن نحن بقى نحط خدمات على الجناية وعلى أزيرة ونقفل على الناس ونبهد للناس لا بقى فيه طوق تانية أعتقد أن المؤسسة الأمنية عندها من القيادات اللي بديهم رؤية بس دعوت وفورت نشوفه دياره دياره استغيب كويس وإذا سألها مش تغيير أشخاص تغيير مفاهيم تغيير سياسات تغيير طرق تغيير خطط مطلوب أننا والإعلام كمان عليه دور كبير الإعلام أتمنى أن الإعلام ينشط الناس الناس عندها وعي الحقيقة لكن ويجب أن الكل يفهم أن المقصود ليس أخبار المقصود مصر وكلها نعم دكتور سعد لا يجب أن ننسى أيضاً أن هناك خطة على مصر لاستهداف المسيحيين أو استهداف أماكن الديانات وأماكن طبعاً إقامات طبعاً الصروات ما هو الهدف من استهداف المسيحيين واستفزاز المسيحيين هل هناك هدف لهذه الجماعات في الإصرار لي قتل المسيحيين وإظهار صورة الإسلام بصورة غير صحيحة وغير طبعاً عادلة لما يحمله من مفاهيم متسامحة صحيح في الأخير ده مضبوط جداً إنه هو امتداداً لمحاولة توصيل صورة ذهنية ورسم صورة ذهنية عن المصر من خارج بشكل مش مضبوط هذه رسالة قديمة ولازالت تجدد كل فترة لكن التهداف على المستوى الداخلي أنا بعتقد زي ما قلتك كده وبأكد إن انت البنية الاجتماعية اللي تمكنت بيها أو الكتلة الاجتماعية اللي تمكنت بيها من إنجاز الاستقرار السياسي اللي انت فيه من ده كانت كتلتين لا أحزاب ولا جماعات ولا مليش حقيقة وما كانوا كتلتين الأخبط والمرأة فلازم تنضرب الكتلة دي وخاصة إنها كتلة صلبة واتجاحها وطني ومصرين الحقيقة على الحجد خلف الأهداف الوطنية فلازم تدرب دي الجزء الثاني إن هم معروفين مكانهم فيه سواء كان في التناز أو في الأديرة أو ما إلى ذات ولذلك أنا بضبط إن كنت تتأمين الكلام ده لأن الهدف واضح والمستهدفين واضحين ليه بيتكرر الكلام ده الحقيقة ما عنديش إجابة الكلام ده طيب دكتور سعد أول خطوة تالي أي تفجير أو حادث إرهابي هو الوصول إلى طبعا الجناء أو القائمين على هذا الحادث من أين يمكن أن تبدأ الجهات الأمنية في الوصول لمرتكب هذه الحوادث المتكررة حتى لا يكون هناك احتقان بين المسيحيين وبعضهم البعض حول ما يحدث؟ شوفي أقولك أنت عندك الأصفي حكيم في الأول يفترض من شغل الأمنة إجهاض الجريمة نعم 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 الحكومي إذا هذا الحادث كيف تعاملت هند إذا أخذنا في الإعتبار المؤتد الذي نتابعه الآن وهو العاجل الذي يتحدث عن ارتفاع حصيلة الشهداء الشهداء الوطن الذين قضوا جراء هذا الحادث إلى خمسة وعشرين فضلا عن خمسة وعشرين مصابا كما ذكرنا بداية أن هذه الحصيلة التي ذكرت عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة قد تكون حصيلة أولية مرشحة للزيادة وقد زادت بالفعل بعدها بدقائق هند كيف تعامل مجلس الوزراء مع هذا الحادث فيما يتعلق بمجلس الوزراء هو حتى الآن رئيس الوزراء المهند الشعيف 8 على متابعة لحظية ولحظة بلحظة مع كل من وزير الدخلية ووزير الصحة ومحافظة المنية والجهات المعنية والمسؤولة بيتابع فيها حد اطلاق النار الإرهاب الذي استهدف أوتوبيس للأطباط فيما يتعلق بكود التببي رئيس الوزراء وجه بتوفير الرعاية التبية اللازمة على أسرع وزي المصابين بالإضافة إلى الجزء الأمني وجه أيضا رئيس الوزراء بسرعة ضبط مستهدفي حادث أوتوبيس الأطباط رئيس الوزراء أيضا أكد أن هذا الحادث لن يمر مرورا للكرام وأن هذا حادث الإرهاب لن ينال من وحدة مصر والمصريين وحتى الآن رئيس الوزراء في متابعة مستمرة للحادث لحظة بلحظة في أحداث استهداف الكنيسة البطرسية وكنيسة مارجرجس بطنطا والمرقصية بالأسكندرية تم إفاد أطقم حكومية وزارية للانتقال إلى موقع الحادث ومعينة ما يجري عن قرب هل تقرر أمر من هذا النوع هل هناك مبادرات من بعض الوزراء المعنيين بهذه الأزمة بالانتقال إلى موقع الحادث أو لم يتقرر بعد؟ هو وزير الصحة يتوجه بعد قليل من المفترض إلى معهد ناصر لمتابعة المصابين الذين ستتفقدون على المعهد وحتى الآن لم يتم التقرر التوجه إلى المية من عدمه ولكن المتابعة مستمرة وإذا تطلب العمل ذلك على الفورة هيتوضح الوزراء هند المسافة ما بين موقع الحادث وصولا إلى قلب القاهرة ومستشفى معهد ناصر لا يبدو أنها مسافة قليلة بحال من الأحوال ولا يبدو كذلك بحسب التصور أن الإصابات ستكون مؤهلة لأن تتحمل هذه المسافة هل هناك استعدادات ما لتجهيزات طبية مرتقبة مثلا لنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر؟ هو وفقا للتقرير طبعا المبدأي رفعه الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لرئيس الوزراء أكد فيه أن كافة المستشفيات في المينيا على أتم السعداد لإستقبال المصابين وأنها مجهزة بكافة الأجهزة اللازمة للمصابين ولكن معهد ناصر أستاذ هند التقارير الحكومية أو تقارير مجلس الوزراء تتحدث عن أن المستشفيين العدوى ومغاغة مؤهلين بما يكفي لاستقبال هذا كم من الإصابات؟ ولكن إذا تطلب الأمر نقل المصابين لمعهد ناصر فسيتم ذلك المعهد بالفعل مجهز حاليا ووزير الصحة هيتوجه إلي لاستقبال أي حالة هل هناك اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء اجتماع عاجل؟ هل هناك حديث عن لقاء رئيس الوزراء بوزير الداخلية؟ هل هناك أي اجتماعات؟ اجتماعات أزمة من هذا الموضوع؟ لم يحدد حتى الآن لم يحدد حتى الآن شكرا جزيلا لك هند مختار مسؤولة ملف مجلس الوزراء في صحيفة اليوم السابع والتي تحدثت عن متابعة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ما بعد هذا الحادث مباشرة مع الوزراء المعنيين تحدثت عن وزير الصحة دكتور أحمد عماد الدين وكذلك وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار الذي ينسك بطبيعة الحال مع محافظة المينيا ومع مدير أمن المينيا وكذلك مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد اللواء ناصر العبد الذي كان يتحدث عن تمشيط كامل المحيط الذي شهد هذا الحادث ثم الحديث عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وكذلك انتقال مرتقب لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين ليس إلى موقع الحادث وإنما إلى مستشفى معهد ناصر لمحاولة التأكد من جهوزية هذا المستشفى واستقبال كذلك الحالات المصابة التي ستنتقل من مستشفى مغاغة ومستشفى العدوى المستشفيين اللذين يستقبلان أو ينتظر أن يستقبلان هذا الكم من المصابين الكم الذي يبدو كبيرا لكن تقارير وزارة الصحة حسب ما يتحدث المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد وكذلك الزميلة هند مختار بأن المستشفيين جاهزين لاستقبال المصابين وبأنهما مؤهلان بما يكفي لاستقبال هذا العدد من المصابين حصيلة الوفايات أو الشهداء وصلوا إلى 25 حالة وفاء وكذلك قرابة 25 نفس العدد تقريبا من المصابين بينما هذه الحصيلة قد تكون مرشحة للزيادة إذا أخذنا في الاعتبار هذا الكم الكبير من المصالين المسيحيين الذين كانوا في طريقهم إلى دير الأنبى صمويل بالمينيا الأنباء كانت تتحدث عن تقريبا حافلة وسيارة أخرى وسيارة نصف نقل كانت تقل عددا من المواطنين المسيحيين المصالين الذين كانوا في طريقهم إلى دور عبادتهم إلى دير الأنبى صمويل في محافظة المينيا وجرى استهدافهم بعدد من الأعيرة النارية عبر مجهولين هذه على الأقل هي الأنباء التي تبدو أقرب إلى التأكيد على الأقل وفق الروايات الرسمية أو الروايات شبه الرسمية رئيس الوزراء لا يزال في تواصل مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وكذلك محافظة المينيا لمحاولة الوصول إلى أوجه الدعم اللائق التي يمكن أن تقدم للمصابين في هذا الحادث ومحاولة نقل الإصابات اللازمة منها إلى مستشفى معهد ناصر هذه الواقعة التي حدثت قبل نحو ساعة أو يزيد تقريبا من الآن كذلك مشاهدين أكدت الدكتور دعاء السيدة روبي مدير إدارة الطوارئ ببني سويف أنه تم نقل ثمانية جثمين ضمن ضحايا حدث استداف أوتوبيس الأقباط بالمينيا إلى مستشفى بني سويف العام وأضافت أنه يتم الآن تنصيق مع مدرية صحة المينيا لنقل كافة الجثمين إلى مشرحة مستشفيات بني سويف وفق هذا الخبر إذن فمستشفى بني سويف ستكون من بين المستشفيات التي سيتم نقل الجثمين والضحايا إليها لم تكن هذه المعلومة موثقة ولا مؤكدة بما يكفي عندما تواصلنا مع المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور خالد مجاهد الذي قال إنها مستشفى مغاغة بعد ذلك علمنا أن مستشفى العدوى ستكون ربما في المحيط الملائم لاستقبال هذه الحالات حالات الإصابة وحالات الوفاء الآن يتم الحديث كذلك عن مستشفى بني سويف العام الذي سيستقبل أو بالفعل استقبل عدد من الإصابات والوفيات سواء كان ذلك في مشرحة المستشفى وفي ثلاجة حظ الموتى المعدة إلى ذلك في هذه المستشفى وفي المستشفيات الأخرى أو نقل الحالات المصابة إلى هذا المستشفى مستشفى بني سويف العام الذي سيكون واحدا من بين ثلاثة مستشفيات ستستقبل حالات الإصابة والوفيات فيما سيتم نقل الحالات المصابة التي تستأهل تدخلا جراحيا دقيقا إلى مستشفى معهد ناصر في القاهرة هذا الحادث إذن الذي أفضى حتى الآن إلى 25 حالة وفاة وكذلك ذات العدد تقريبا من المصابين لم يتم التأكد على الأقل حتى الآن من طبيعة أو العداد النهائية لحالات الإصابة وحالات الوفاة لكنها على أي حال بطبيعة هذا الكم الكبير الذي يتم الحديث عنه أو تواتره أولا بأول ربما فيه إشارة إلى أن عدد الحالات ربما يكون أكثر من ذلك لكن حتى الآن عشرات الوفيات وعشرات المصابين جراء هذا الحادث الذي تم فيه استهداف حافلة وسيارة وكذلك سيارة نصف نقل كانت تقل عددا من المصلين الذين كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صمويل بمحافظة المينيا في مركز مغاغة لأداء صلواتهم في هذا اليوم تم استهدافهم على حين غر إذن مجموعة من المجهولين الذين كانوا ملثمين حسب رواية النائب مجدي ملك الذي تواصل معنا نائب محافظة المينيا والذي كان في طريقه إلى موقع الحادث يأتي هذا بينما قال شهود عيان أن حادث إطلاق النار الإرهابية على حافلة تقل أقباط في المينيا قال شهود عيان أن عشرة مسلحين تقريبا ملثمين يرتدون ملابس تشبه الزي العسكري وفق شهادة شهود العيان فتحوا نيران بنادقهم الآلية على الحافلة التي كانت تقل أقباط هذه رواية شهود العيان إذن ربما شيئا فشيئا قد تتكشف الأمور وصولا إلى محاولة الوصول إلى بعض الصور أو اللقطات التي يمكن أن يتيسر الوصول إليها ويرتدون ملابس شبه عسكرية ملثمين أطلقوا عائرتهم النارية بحسب الروايات كذلك التي وصلتنا فإن هذا لم يكن استهدافا على الطريق العام على الطريق الصحراوي وإنما على طريق رابط طريق غير ممهد كما يوصف في العامية المصرية بين قوسين بي المدقات طريق لم يكن ممهد تم فيه استهداف هذا المسير لعدد من السيارات التي كانت تقل مجموعة من الأقباط الذين كانوا في طريقهم لأداء صلواتهم في دير الأنبا صمويل حتى الآن الحصيلة تبدو مفزعة 25 شهيدا حتى الآن من شهداء الوطن الذين قضوا غدرا على خلفية استهدافهم بأعيرة نارية من قبل ملثمين مجهولين تقول بعض إفادات شهود العيان والتي نقلناها الآن أنهم كانوا نحو 10 ملثمين أطلقوا أعيرتهم النارية لا نعلم يقينا ما إذا كانوا قد تمكنوا من الفرار بالفعل أم أن جهود التمشيط تمشيط هذه المنطقة آتت أكلها سنحاول بطبيعة الحالة التعرف أولا بأول على البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية للتعرف على الجهود الأمنية التي سيتم بذلها لمحاولة إلقاء القبض على هؤلاء وكشف خطوط هذه العملية الإرهابية أو التواصل مع المسؤولين في وزارة الصحة للتعرف على حصيلة الوفيات والضحايا أولا بأول كما قال اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد إن قوات الأمنى تمشط منطقة الطريق الصحراوي الغربي في ألمينيا لملحقة المتهمين باستهداف أوتوبيس سيقل أقباط كانوا في طريقهم لدير الأنبا سامويل الحديث إذن بشكل مستمر المشاهدين الكرام قبل أن ينتصف نهاره هذا اليوم تحدثت بعض وكالات الأنبا وإفادات شهود العيان عن استهداف عدد من المصالين الأقباط الذين كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا سامويل لم تكن هناك حصيلة مبدئية عن حالات الوفاة لكن بعض التقارير أشارت أو بعض إفادات شهود العيان أشارت إلى احتمالية أن يكون هناك عدد من حالات الوفاة بعد ذلك تم التأكيد وفق مراسلنا حسن عبدالغفار من محافظة ألمينيا عند بادي هذا الهواء عند منتصف النهار تحديدا قال بأن عدد حالات الوفاة قد تجاوز العشرين حالة وفاة ثم بعد ذلك تم الاستيثاق والتأكد من البيان الصادر عن وزارة الصحة وكذلك عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد والذي قال أن عدد حالات الوفاة يصل إلى ثلاث وعشرين حالة وفاة وكذلك قرابة الخمسة وعشرين إصابة ثم بعد ذلك ارتفعت هذه الحصيلة لتصل إلى خمسة وعشرين حالة وفاة خمسة وعشرين شهيدا إذن من شهداء الوطن قضوا غدرا في هذه العملية التي تمت عبر استهداف مجموعة من المجهولين الملثمين لعدد من السيارات التي كانت تقل مجموعة من الأقباط كانوا في طريقهم إلى دير الأنبى صموئيل تحدثنا كذلك مع النائب مجدي ملك الذي كان في طريقه إلى موقع الحادث وقال برواية مشابهة تقريبا ثم بعد ذلك تم الحديث عن اجتماع أو الترتيبات التي عدها مجلس الوزراء عبر التنسيق المستمر بين رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيري الصحة والداخلية لمحاولة الترتيب لنقل المصابين الذين تسمح حالتهم أو تستدعي بالأحرى حالتهم الانتقال إلى مستشفى معهد ناصر لكن وفق هذا البيان الحكومي فإن المستشفيات المحيطة بموقع الحادث سواء كانت مستشفى العدوى أو مستشفى مغاغة أو كذلك مستشفى من السويف العام الذين يستقبلون عدد من حالات الوفاة والإصابة جراء هذا الحادث تبدو مؤهلة وفق الرواية الرسمية لاستقبال هذه الحالات من الإصابة ترجمة نانسي قنقر في شان آخر أدنت مصر الهجمات الإرهابية التي وقعت خلال اليومين الماضيين ضد قوات الشرطة في كينيا ما أسفر عن مقتل 14 من عناصر الشرطة هناك وعربات الخارجية المصرية عن تعزها لأسر الضحايا مؤكد وقوف مصر حكومة وشاباً مع حكومة وشاب كينيا في مواجهة ظاهرة الإرهاب لا زلنا أيضاً مع حضراتكم في إطار هذه المتابعة المستمرة لهذا الحادث الذي وقع قبل أن ينتصف نهار هذا اليوم بنحو نصف ساعة عندما استهدف ملثمون مجموعة من المصلين الأقباط الذين كانوا في طريقهم في محافظة المينيا نحو دير الأنبى صموائيل واستهدفوا حتى الآن بحسب الحصيلة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة عدد من المواطنين المسيحيين المصلين الذين كانوا في طريقهم إلى أحد دور عبادتهم وهو دير الأنبى صموائيل في مثل هذا اليوم بشكل معتاد وأفضل حتى الآن إلى خمسة وعشرين شهيداً وكذلك عدد من الإصابات ربما تكون هذه الحصيلة مرشحة للزيادة إذا أخذنا في الاعتبار أن عدد السيارات كانت تقريباً ثلاث سيارات من بينها حافلة وسيارة نصف نقل كانت تقل عدداً من المواطنين الأقباط المصلين الذين كانوا في طريقهم إلى دير الأنبى صموائيل في محافظة المينيا نعود كذلك ونؤكد أن هذه الحصيلة هي الحصيلة الرسمية التي صدرت عن وزارة الصحة وفق حديث الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة فيما يتم الآن محاولة التعرف أولاً بأول على طبيعة هذه التطورات الحاصلة في نطاق مركز مغاغة يتم التنسيق الآن بين رئيس الوزراء الشريف إسماعيل ووزير الداخلية اللواء مجد عبدالغفار ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين وبعد ذلك محاولة التأكد من الأرقام الرسمية النهائية هذا ويلقي اليوم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خطاباً بالعاصمة الألمانية برلين حول التعايش السلمي بين الأديان وضرورة تفعيل حوار الثقافات وذلك في إطار مشاركته في احتفالية حركة الإصلاح الدينية في أوروبا تأتي زيارة شيخ الأزهر الألمانية استجابة لدعوة من البرلمان الألماني له تعبيراً عن دعم مؤسسة الأزهر كمرجعية لصحيح الإسلام عاد البابا طوض روس ثاني بابا إسكندرية وبطريال كرازة المرقصية إلى قاهرة بعد رحلة رعوية شملت إيطالة وإيراندا وبريطانيا واختتمها في روسيا وفي لغاء خاص مع أونلايف أكد البابا أهمية الزيارة وحصن استقباله بتلك دول الزيارة يعني كانت زيارة رعوية طبعاً بنزور ولادنا في الكنيسة الأبطية المصرية بره بنتطمن على أحوالهم لو في بعض المشكلات بنحاول نحلها وبتبقى فيه فرصة نحايت قابل وايسايد السفير في البلد اللي بنزورها وأنا بأحرص على كده كتير حقيقة وفي السفارة أو في دار السكن بيكتمع عدد من ضيوف السفارة غالباً بيبقوا سفراء في ممثلين للدول ومعظمهم بيبقوا أول مرة يشوفني وأول مرة نتكلم سواء وياخدوا صورة عن مصر طيبة وأما الجيزة فهي يعني جيزة سنوية بدأ منحاها من سنة ألفين وبتقدم كل سنة لسلاسة في مؤسسة مستقلة عن الكنيسة وعن الدولة هي اللي بتدرس الترشحات اللي بيجي لهم وبيدرسوها بالتفصيل وبيعرفوا السيفيل كامل بتاع كل شخص وبيعملوا اقتراع بين المسؤولين في المؤسسة ويختاروا الشخص فنشكر ربنا كان نصيب مصر هذا العام أعلن محافظة الإسماعيلية ياسين طاهر عن استرداد 17 فداناً من أملاك الدولة خلال تنفيذ حملات لاستعادة الأراضي المتعدة عليها بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة بناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهلة المتاحة حتى نهاية الشهر الجاري وأشار محافظة الإسماعيلية إلى أن اللجان الحصري تعمل على فحص طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات القانونية وتحصيل المستحقات المالية للحفاظ على أموال الدولة في حين يتم توفير منازل بديلة للمواطنين الذين تتم إزالة منازلهم المخالفة إذن مشاهدين إلى هنا تنتهي هذه النشرة تغطيتنا مستمرة مع حضراتكم على مدار الساعة اشتركوا في القناة